اشتركوا في القناة وكلكي مراكم 27 سبتمبر 2024 دائما على المباشر قناة المغاربية على جميع صفحات ومن الواصل الاجتماعي خاوتي العزاز باش نربحوا الوقت شوية ونريكيو بيري ونبدأوا مباشرة في الصميم نخشوا نديروا انزابينج وبعدك ربما نستقبلوا المكالمات ولا نبدأوا في الحصة حانا فيش يقولكم الارقام ورزابينج اللي حاب يتصل ربما يتكلم على المواضيع المقترحة ولا على وجداروا الاخوة مرحبا بكم مرة اخرى تفضل خير مرحبا تلات مدن بالجزائر العصيمة تسبب لك الاكتئاب لو كانت عيش فيها المدينة اللولة درقانا كي تدخل لها العفسة اللولة اللي راح تلاحظها راح تلقى بزاف صاشية ولكراطن مرمين في الله المدينة هادي ما فيها لا اماكن ترفيه وين جوز الوقت لا مراكز تجارية لا حدائق وين تبحت ريح فيها راح تلقى فيها غير باطيمات وديور هادوك المبنيين بالبريك ثم اللي يحب يحوز ويرياح الخلوي لازم يحكم الطرام ويحب بلاسة اخرى المدينة الثانية الصمار بيعين نعجب الصمارة هادي اللي زكنين فيها اللقر فيهم كاريت ديبو بعشرين مليون سعوا احد فيهم مخمم يسبق داره ولا يخدمها على برا بلاك يخافوا ملعين مساكن كي تدخل لها لتلقى ديور قعب البريك الكوامل الغبار طالع تحصى وحكك في الهن واحد القنطة تحكمك أنا ضد فيها زوسوية كي تدخل فيها المدينة الثالثة براقي براقي هادي كي تدخل لها لتلقى كل سفر باطيمة سفورة ديور مسبوغين بلا سفر لا يمكنك أن نضيفها بزاف عو تخيشت نما دبينا كون شعب تعني سيبحل العشوائيات هادي اللي راين ترشرت في كل بلاسة ونشوفوا بلادنا شابا اشتركوا بادي لقد انتظروا بإعطاء بلدنا منتجم لحظة لحظة الغبارة لتطلب تحصى الشابية لانتجمع الأسر على المدينة للمنزل العشرة للمنزل المدينة والله هلالحظم جمع الحظم والله صحيح يا رب جزيس لا يحجب انظروا بحث م الأسرحة سيصحان سيحب ان تحصى للمنزل العشرة لعنم ان الغري maintenant ils ont besoin d'un visa c'est pas la honte alors que j'ai fait plein de vidéos sur ce sujet non vous inquiétez pas mes frères marocains messieurs marocains si vous voulez rentrer en Algérie vous avez pas besoin de visa et vice versa je disais tout le temps genre vas-y les problèmes même s'il y a des problèmes politiques ils savent très bien les peuples regardez la honte pourquoi pénaliser le peuple marocain qu'est-ce que le peuple marocain a fait quoi vous êtes parti sur twitter vous avez vu deux trois petits comptes qui font la fitna constamment ça vous est monté au cerveau mais vous avez pas honte regardez il y a plein de vidéos de frères et soeurs marocains marocaines qui sont partis en Algérie cet été sur tiktok et ils témoignent oh j'ai été reçu comme ma famille moi mon ami c'est un marocain il a étudié avec moi en Algérie dans une zaouïa il a été accueilli et il est heureux il a une bonne expérience vous vous rendez compte maintenant ce qu'il lit il comprend pas il va pas comprendre vous avez pensé au couple mixte par exemple un marocain qui est marié avec une algérienne ou un algérien qui est marié avec une marocaine s'ils veulent aller en Algérie sa femme ou son mari il a besoin de prendre un visa pour rentrer dans ce pays musulman Wallah c'est la honte j'espère vraiment que vous allez vous réveiller que vous allez changer cette décision Assalamu alaikum Wallah m'as quitté à la chauvetna في فلسطين ولا على خوتنا في لبنان ولا على خوتنا وخوتتنا في الجزائر دي كل يوم يعتقل واحد منهم لأنه ما راضيش بالوضع ولأنه يعبر على الألم اللي رايح السبيل ما عرفتش على ما نلكي إن شاء الله ما نسكتين على الضم والمكان جامعين نسكتوه وجامعين نغرقوا فهمنا للأسف الناس تضرب على شعبها وتحطم الأمم الأخرى بش شعبها يعيش لكن احنا نحطم الشعب انتعنا باش اللي راهم في السلطة هم اللي يعيشوا يعيشوا في رغد أما الشعب بيهمهمش ولكن طريق الظالم قصيرة ستقول تحياتي لكم جميعا فلق ماري هي مكافحة ومناضلة ومدافعة عن حقوق الشباب المطهد في الجنوب الجزائري وفي ولايتها تقرت ولاية المنتدابة هذه من عائلة تورية أبا عجد عائلة تورية مش عائلة تحركة بيعوا البلاد بكري وعودوا دخلوا ودروك ورمحاكمين هذه سمحت فقاع المصالح الشخصية التوحام على العلم أنها تشتغل في بنك من البنوك موظفة براتب شهري غاهبة لك مخصواله سمحت فقاع أحد الصوالح نبتلك الله أنا ندافع على جميع حقوق الشباب أبناء هضروا وقالوا كلمة الحقيقة وقالوا وكانوا يدوني كانوا يدرونها الرقابة القضائية ونظام الفويوات ورمدوها البارح وإعتقلوها كما إعتقلوا الشيوخ وإعتقلوا الاخترة عبد الرقيب بخاري ومن هذا المنبر أخوتي والله ما نضامنه ومع هذا المعتقل الرأي الذي رمد ضربه على حقوق الشباب لأن هذه كانت صابت كانت قادرة تعيش نور من حياتها براتبها الشخصي براتبها الشهري وعندها دعمة وكل متطالبة في الحياة قلت لك الله أنا ندافع على حقوق الشباب ندافع على الشعب المضاهد هذا ومن هذا المنبر لقد تضامنه معها أخوتي اختشكم من تضامنه وش معها دو معتاق هذه الرأي رح يصرع لهم كما مظلومين لإعتقلوهم في التسعينات ولا يزالوا لحد الآن قابعينا في سجون نيضام قريبا نقول لكم الاحتيلة اختشادتان احتيلة الله ينصر أخوتنا المستضعافين في القيطاع وفي لبنان وفي العراق الله يترك صراح أخوتنا معتاق على الرأي وإن شاء الله سنسمعوا وسمعوا الخير عليه أخشنا وهم هي الجسيرة بيقارتهم واء مازلتا. الشابع الضالة هناك الشابع الضالة في سطاسيو توريسيا. سطاسيو توريسيا عمار في سيتيارنا مازلتا. يا تدقاء. خاوزوا برضيق. الحمد لله سلامة وحمد لله من الله طيب. حافلة قديمة تعد عمرها ثلاثون سنة. لكن الغريب في الأمر أنها ما زالت تنشط في خطوط النقل وبين المحطات. حافلة يتخذها البعض كمصدر رزق لهم. لكن بمجرد الصعود فيها تشعر بالخطر. ناهيكها عن الدخان الملوث الذي يؤثر على سلامة المرة. هذا كان كم كاريته. خلاص الوقت متعام. إيه؟ اللي قادر يتفضل يجيب حجم لحالي ما وش قادر يقاري. هكذا. يا لوجيك مان شوف الأخ. البربلم كي سيبوز مانو بتزير على كل حال. من قطع الرقابة. رقابة مكاش. هذه أول حاجة رقابة مكاش. تاني حاجة لازم أدو اللي بيس على البريبي لازم ينحيوه. لازم يتحوه. خدوا اللي بيس على الدولة. كنا ولا ولا ولادنا في اللي بيس. ولينا خافوا عليهم. لا تخافوا عليهم. لا تخافوا عليهم. لا تخافوا عليهم. ويس حب أقول لنا يا أخي إن شاء الله ربي يعدين. بيس ما يصلحوا لف طريق الأول وكل ما يمشي يطيح لهم فاني. حب سبيبان توا مفتوحين. الريس كعال الشاب. هذه أخطرها كنا نمشيها جوزة تفتحت عليها الباب طاحت. مش هتقول لها أخي إن شاء الله. لا يهدين إن شاء الله. تشري الضوطة. 20 أورو عليك. نكتوفوا فيها. ويش حقس خالد. 500 أورو. تسيما هادي. تساوي هادو ما. كما رأى. عادي خمسيام خدمة تع مواطن عادي في الجزائر. فواطن الجزائري يخدم. قواجه خمسية. يمشي الـ 20 أورو. هادي يتواجه الشوائع في فرنسا. يتواجه الشوائع عندك الـ 20 أورو. صحة. ذوك هلا نسو جيتان على موسيو الأورو. هادو تسما كولامي قاعد يزيد. وموسيو دينار في حبطة. لا صنصور. مشي بدره. جوابط نسكين بلا صنصور. ذوك هادو في الـ 2017. كان يدر 10 سات. في الـ 2020 طلع 20. قولنا هي يحبط. أزمة على كورونا. دوك نعود نقلعه. يقتصد. طب يطلع نزو الـ 20 أورو. يطلع وانديك سيب. ها هي لاحقة 2022. إذا هادو يطلع 22. مهلا باناش. هلاش؟ لاحقة 2024 ولا يدر 24. انا قلت. يزيد فوق 24. هادي شغول واحد تلت شهر ربعة شهر شوية. مزيرا بلتكار بدي عبر. ها اشترون فوق 20 سا. أصبحين كنت لاحقة هدو هذه الشهر ربعة. أصبحين عن اللحن المشهر. لقد أشعر أكثر كثيرا. سيطلع نقلع باكدار 230. أصبحين ايجانا باكدار 200. يطلع الـ 2020 أورو. هذه في 60 مائة ايجانا نقلع أعلى بطاقية لك أعلى بطاق 1000 أورو هذا 1000 أورو بطاق السلام عليكم بارد الجزائر ما أطلب عليكم هذا دراهم نام قادر الخروج قاعد راهمي قاعد راهمين محتاج دراهم بثبت على ديلة انتهى 5 ملايين هنا في القفل وديلة الداخل في القيشي هذا دراهم نام تخلص علينا لدروة تواعك تقللنا دراهم ناس وهذه تقعد معها 4 ساعة تقعد معها 4 ساعة تخرج مليون تقعد معها 5 ملايين ماكسي ممتع هذا دراهم ناس تقللنا دراهم ناس ولا دوروا مؤززة تقعدوا أخرى تقللنا دراهم ناس لا تقللنا دراهم ناس أنا مهاجر أنا مهاجر جتني على قلبي جتني على الخاطر العنوان الرئيسي في الجريدة الوداعي جزائر حيات في البلاد الجديدة بلا سخصانة مايش قضية وابعنية لحبك يتزاير والأسبابك التاني الفقر والتهميش والميزيرية واذا ماكفراوكش يزيد لك وحدة من عندي اسموها الأعبات الاجتماعية لحبك يتزاير وخيرك جامي ننساه إن شاء الله البحر يتخل محاسنة موتاه حبيت نبني لحياة حبيت نعيش فلاك عذابك ما زل نرجع ليك ما زل نسالش برفة الهبك ولادك قطعوا البحر تقدم تقول حبه الموجة مش بلادك اللي عيانه حكمتك هي اللي عوجه مش بلادك حتى في العائلة تبس حبه في العنقود سعيبا تهجروا تخلي بلادك ومشي نارمال يجل يمك يقولوا لها وليدك رعاو المفقود اللهم افرّج عنه البابك السلام عليكم والأحباب معاناة مشاكل انشغالات هذا وشكين معنا مكالمة دون إطالة أخويا المخرج مرحبا بك أخويا السلام عليكم اسكندر أهلا أخويا اسكندر إن شاء الله تكون بخير السلام عليكم أخويا نطفي مرحبا أخويا العزيز إن شاء الله تكون بخير إذي تفضلك وربي يرحم لك الشيب إن شاء الله عمين ندعو له بالخير فلق بره إن شاء الله فهمتي قلت لك أخويا نطفي بالنسبة للنفط نحن النفط تعني نحن قاد تفطها راجع نحن في الضاراج عن نفط تعني نحن من كنا مثلا شهر اللي فات كي ما أعطيتك الرقم هنا كنا تسعمية وخمسة وستين ألف برميل دركها دي مدك لاريا ملو باك البارح شفتها تسعمية وثلاثة وعشرين ألف معناها في الضاراج ورح طهبت حتى التوصل للتمنمية وهذا منه هذا سبب تعوش هذا لطفي خطرقش حين أن الطريقة تعنا تعال النفط النفط التقليدي فهمتي زي ماهة نفط تقليدي تسمى العصابة دي حاطك يمشي بركة ويمشي خرج أي فايدة لهم هم مبارك فهمتي والنفط التقليدي تسمى هو مستخرج بالطرق المعروفة عن طريق حفر الأبار بركة وعمر بسيطة خلاه أمامهوش النفط الغير التقليدي كما المستخرج كما نقوله احنا بطرق متطورة مثل النفط والغاز الصخريين كما نقوله اللي يخرجوه في الولايات المتحدة الأمريكية وفي البلايس العلمية هذي ككل الحديثة والمتطورة احنا يما احنا لا احنا تسمى احنا بالنفط التقليدي ويزدي روح سرقة فهمتي كيف معها احنا لورو مثلا نوسي اليوم لورو ووصل اليوم فانسينك في عنابة اهنا فانسينك من كنت نقول جوزملين وربعمية وثلاثين وجوزملين وربعمية وستين شكرا حل outras بركة جمادين وخمسمية اليوم جمادين وخمسمية اليوم لورو دولار اليوم جوزملين دولار اليوم 2000.80 جنائلة الإنسين البود ب SCP في الماخصوك الماخصوك لورو فانسينك اتسبة كاريتا خلاه. أي تونس 720,000 دينار التونسي 730,000 اليوم 730. حاجة يعني بيزار خلاه يعني كاريتا. كل يوم قاعدة تتراجع الأمور وتتفاقم تتفاقم في المستوى الأدنى خلاه كاريتا خلاه. يعني بيزار خلاه يعني الشعب كي نقول لك عبا كده تدير جريوات نعطيك جريوات برا كذي كما هي يا لطفي رانا بهتين أخوي أسكندر تفضل تفضل قالو معاك أسكندر تفضل أخوي ألطفي نسمعو فيك أسكندر نسمعو فيك عطينا جريوات وين وصلت أخوي انت بديتها بالبيتراح نفضل بجريوات ما هي نسمع فيك مليا معليش حنا نسمعو فيك تفضل أسكندر ها بتزيل نعطيك أرقام أخرى على الأليمونتاسيات أو الأمور أو الأمور أخرى ما هي نسمعو فيها نحن نسمعو فيك أسكندر قصارى أخوي أسكندر نحن نسمعو فيك نحن كنا نسمعو فيك يا أسكندر تريبيان كنت مدابية نعرف الأرقام بتاع إنك حكيت على كل شيء حكيت على الاقتصاد الجزائري حكيت البترول وحكيت حتى على قيمة الدينار لسيفريس معنا بها كل يعني الأيرو زادت لعية أخوتي كما شفتم في الفيديو حبيت نعرف تانا الخضر والفواكه هل تبعت عن بالي البطاطا زاد غلاد وشكر أنه تعجبني هكا يا أسكندر ميسي ميسي تعال أخبار الله يسترك محمد من عين الدفلة أهل سي محمد مساء نور شاء الله تكون بخير الخير الحمد لله أنتم بخير أربي يسترك شكرا لك سي محمد تفضل نسمعه بدي أم ببتأ حبيت نترحم على الضمير الأمة سيد الأستاذ مالك بن نبي رحمة الله عليه رحمة الله عليه الأستاذ مالك بن نبي ربي يرحمه نعم لأنه هو أول في سنة في 1 فبراير أكبر تامير أقسم على على أن لا يتقدمها لأي انتخابات نعم وفيه شهادة يعني شهادة لأجل مليون من الشهداء يعني اللي اكتبها المجاهد الراحل سير أخضر بورد على المذكرات يعني تعطي بالتفاصيل وش سراء وش ما سراش أما حبيت نحكي لك على فرض التأشيرة على المغاربة نعم وش رايب كينا ساي تقول لك سير رونت وشير رونت وشي باكوا يعني في يعني في 1994 لما المغاربة فرضوا تأشيرة على اسم ما قالوا سير رونت لما كانوا يتهموا بالجزائريين هم دلوا هم دلوا تفجيرات على أرغانا وكانت ميدياء هي هي الناطقة الرسمية على الجماعة المسلحة هذه ميدياء هذه قناة بودورو سبعتني كانت هي الناطقة الرسمية على الجماعة المسلحة كانت حب الجزائر ترجعها مات على اسم ما قالوا سير رونت أنا أنظر بلي مبدأ المعاملة بالمثل لأنه هما فرضوا التأشيرة الجزائر كلاب ودعليها تفرض التأشيرة كانوا يتهموا يعني وتفجيرات على أرغانا ومبادلت هذا الأمر بلي الناس اللي قاموا بتفجيرات في مقهى أرغانا في مراكش كانوا من مدينة أسفي المغربية أما فيما يخص المقابلة على المولودية مقابلة على المولودية هذا أمر ضبرة بليل وكان بعض المناصرين أنا لأوا عمم كانوا 21% ناس متاكن رايحين يشوفوا المقابلة لكن 70% اللي كانوا رايحين رايحين على جل التخراط وكان هذو 30% اللي راحوا راحوا كما يقول هم يديهم الود وهم يقولوا محلها بلودة كانت الأمور ستفاقم لو لا لطف الله لو لا لطف الله كانت راح الأمور ستفاقم سمعني الأستاذ لطفي نعم مسي محمد نعم أنا حبيت هذه قناوات بودور وهذا وعلى رأسهم قناة ميدي آ وبعض القناوات الفرنسية رايحين تدعي وتتهم الجزائر وكل حاجات يتهم السلطات الجزائرية وين كانوا في العشرية السوداء لما كانوا يحرزوا وكانوا ناس يعني من الصحابة الأوروبية يجوا يخرصوا يدوا الشاك بيه هادروا مليح يعني بالمقابل في وقت في وقت بودوريقاء جون فيرا الكاباش وتمعته حتى أنت كممثل تاك تاك فنان أنت عشي ما عطاوك السبعة من لاير كيف ما عطاوها الجرار دي فارديو ياخي أنت فنان ولا ماشي فنان أستر رقصي صح كائنا ولا مكاش أما هذا الناس ميحبوش صح صح وما نعرف ما خرج هذا الفيلم أخوية شكرا لك سي محمد شكرا على يعني تفوت معنا في المغاربية وعن بلك بالفضاء نحن ما نقاطعوش ونخلي والناس يتكلموا بكل حرية ونتمنى أن القنوات كن كلك سي علي من بلجيكا أهل سي علي مرحبا بيك والسلام عليكم أخوية لطفي عليكم السلام إن شاء الله تكون خير نحن عسكرية ديما السلوغون هدا لطفي أخوية والله حبيت ندير انترونسي والله شفت بكري هداك الروبورتات على الجانوب هداك والله غير غاطوني والله عندهم شبه في إيليزي ولمان عندهم المالاريا هداك قلق دارني داع أو شفتوا في الفيديو تحقلي دارتي في اليوتيوب هداك شفت مساكن والله يا لطفي وين 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 موص وين وين هادوك لان يروح عندهم يخو بهم غاب يقول وين وين هي الدولة العظمة هداك اكبر مرض ملظمة عيب مالاريا 24 عبك هذه تعلي تعلي الى مالاريا هداك من تجي حاشك وحاشا قدرك من اللي كيما يقول لك سيسيكسو جيستو سيبا سيمين باكسو دي موايا جيستو ديزو المالاريات ثمانين في المياه تجي من المياه من المياه الغير صالحة للشرب صح المستنقاعات واللبزيك مستنقاعات لطفية عيب وعيب انا والله غير غاطني هاده معا كيما يقول لك وينما هدو اللي رسبونسابل هدو يصوقو انا والله يا لطفي اخويا انا والله ما نسمح الى يوم الدين فما خلينا هاده انا نفهمه مي هادو سيطا بوصيب يتخيط ليزالجيري عليها عليها تضل انا اه اشيبا والله يعجزوا الليسان وعن التعبير اخويا لطفي يعجزوا الليسان وعن التعبير ومال تلقاه مصارفين مال وزيد يبعتوا لك لبير يبعتوا لك المساعادات للصحراء هدى كو اسميته البوليساريو انا شبتين يا لطفي اخويا قلتيني المساعادات انا قل صابع هدى بعتهم البوليساريو سيطا بوصيب صابع شكرا لك يا سياد والله ولكن شفت يا لطفي اخويا تكون بخير مرحبا بك يبارك فيك وبيك اخويا لطفي انا نحبك بزاف وقدرك بزاف ولكن راني زعفان عليك اهي تفضل راني زعفان انا ستينا اروح والله يا اخويا لطفي احنا انا انا من متبعي القناة من 2011 انا باش نحكمكم باش نحكمكم صافي 6 شهور وانا نسيه ما نحكمكمش وهذا ابو صغيب وابو فلان وابو ماريا وابو فلتان واسكندر ومعلى بليشكو نحط عرمهم على كل حال بس ح كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم يعيطو احنا سهلوش يا اخويا لطفي كيفاش هما يحكمو كل يوم واحنا نضلون اي طوما نحكموش مش غير انا اي طوما يحكموش هنا مار هاد المغاربيات اللي زالجيريا مش هيتع فلان ولا فلتان وبارك الله في كل وطفي اخويا شكرا اخويا امير شكرا ملاحظة يا اخويا امير ديما نوصي السوليسون انه ليعيط نهار ولا نهارين يخلي الدالة يا اخوتي باش الناس لو خلني يلحقوا بس كو والله احنا نكيف يعني ان شاء الله الاخوة في الكنترول ربما يعودوا ينوطي ولنمرو يعودوا كده ولا عمرو طويل سي ابو سهيب بتكلمش عنده بزاف سلام عليكم اخونا ابو سهيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية لاخي امير من فرنسا واياكم ان شاء الله تحية لاخي امير من فرنسا واقول له اني احبك اخي في الله وبرك الله فيك على هذه الملاحظة بصدر واسع ولك الحق يا اخي ومعدرة على هذا الاحتكار وهذا الاستحوات ولكن انها المحبة لهذه القناة وان نفرغ ما في جعبتنا من اهات وعدابات على هذه الارض الطيبة تحية لشخي علي بالحاج والحبيبة وموامين والى الاصوات العدبة ابو مروى واسكندر وصابر وعبد السلام وبدر الدين هذه الاصوات التي كونت وعي وارجو ان يكون التنوع في الافكار لكي ينعم الحوار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ابو سهيب والله انسان متخلق ونشهدولك غير بالخير ابو سهيب ما شاء الله عليك الله يسترك ابو مروى سلام عليكم ابو مروى اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا ان شاء الله ما طولناش اليوم ابو مروى عليك لا لا طول يا الله غير تعبكم راحا يا اخويا منحيو اخونا امير براك الله وفي الملاحة هذا ربي يا حبدو احنا نقبل طرف مرحبا طرف مرحبا اخونا اميرات بصحبين قولو حاجي يعني بصندر كان فارق برطفي انت كنت تقول مقرج هنالك اتي صلاة ما كاش كنت قولك داخل برطفي بالحربي صح 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 مرحبا ستوندر ساعة البارئ كل ما كاش لي عيد يا اخويا اعيطو انتو ما نحبسو احنا سمعوكم و الله غرب بالصدرين راحب كما قل الاخ ابو صوهيب وحنا نعيطو احنا ماشي حسيط على الطبخه الي ولا حسات على الغارات احنا نرى نرجى البرناور ورجى الى الحبس ياسي امير خليني نطلع نعش في فرنسا وبلازة تعيض جتعلي راسي احنا نرى نفي فم كين ساحلانة قلنا نهدره على سجنة تسعينات قلنا نهدره على سجنة الخيرات التي ضربك 35 سنة وانتك تعلمس ليش كنت يعيش كل ما يعيش مغاربية قانات الشعب قلناها في بريد المركزين مش يختران مش يزوم مش لها خيالوت فيه نرايا ونحيي خيال أمير يعني نهدر معاه والله قلل بلا بلا حتى يعني بلا حتى نقش ولا ما يعيش ما يقراش مني النقش يعني نجرحوا بالكلام لي حبي يعيش خيالوت فيه هذه القانات نقول لكين نص قانوني الله يبارك خليها عيان الناس ما يش لعب ما يش لعب في ركبيانا يا ولا رأيي الناس يتريسكين الناس احنا رأينا معروفين جب لك ربي ما يعرفوناش رأينا معروفين ربي ستار وخلاص صاح روتي صاح بارك الله فيك أبو مر والله كل عندكم الحق أخوتي كل عندكم الحق بارك الله فيك ما تفهم يعني منبر نستعبر فيه سيم محمد من وهرن ما تفهم والله ما تفهم سيم محمد أهلا وسهلا السلام عليكم ما نعرف يسمع فينا سيم محمد ولا لا تبريكو ساعات صح ساعات المكالمة تدريك تحمس وساعات تجي مع بعضها أسكو سيل اوبيراتور أسكو والله ما نجدب عليه كيفا سينابيل نبيل أخونا من اسبانيا أهلا سينابيل السلام عليكم السيلطفي وعليكم السلام السيلطفي وعليكم لكي إلا لوش لوال ولا عنا لا معرفة معاك لا مع المغاردية كيشتون تالي زينيتي بارك لعاية بالي زينيتي يصبر على دراهم وخي كما قالها أبو مروا صدقة لله ولي يحسب بالسنتيم هذا كمشكلة وعليكم لا معرفة مع المغاردية وعليكم وعليكم لطفي يا أخويا الأورو والدينار نشفع لها أنا بكري يا لطفي كنت نخدم نخدم 35 دولار الشهر أي بنتلي حتى أنا حرق نعطاها مع الأخوان جيت أوروبا ماشية شفت واحد جو بتاع الفيفا تدير 70 أورو وسبحان الله شهري هي 7 بسيدي أخي شوفها لطفي بلاي ستيش اللي هم بتاع ذري يخدم على عشرين أكذب عبلي هيا وليت خلت مع إي سبار هذيك وليت أخدم معهم مثل ما أنا عندي خبرة في البيط خدمونا خدمونا نرمان خمتسي لطفي وليعينوا مثلا يوصل الفكرة تعوه ما يحسبش للدراع وما يحسبش للعياة كما قال أخونا أبو مرو أخونا أبو صهيب هذو ما ناس نحاول نمد الحلول وإن شاء الله يا ربي ترجع القناة للساطيلية ونفرحوا بها إن شاء الله واخونا أبو يسمح لنا لجرنالكم لنكم برامو هذه الاتصالات هذه والله أرحب بي أحدك أبو مرحب بي كل واحد كما قال أبو مرو في أفكار وكل واحد بطريقت ونشارك في الحصة نزيد مكالمة من محمد من وهرن هيا يا سي محمد مرحب بيك سلام عليكم الأخلص في تحية لك وتحية لقناة المغاربية وتحية لكل حر أحترم رأي أخانا أمير من فرنسا ونقول لا يتصل يعني عاود أنا واحد بالناس فيما نتصل خطرت أن نحكم خطرت أن نحكم ما نحكم بل لي ما رايش كين بالعرف هكا أو لا تعرفهم أنا نعايد ديفو أن نحكم ديفو أن نحكم أما فيما يخص الدينار الدينار بين 2025 25 2026 26 تمشيها مع العوام أما بقضية الخضر والفواكه والله العظيم لك نرق دون نصيب السعر مواطن جزائري يعيش في فقر والله لا فقر فقر والله ما نقعد دين على العيش هذه بكل صراح أنا واحد من الناس أني نفكر أني بعد هذه البلاد ما نقعد صحي ما دقنا ما دقنا نعيش هنا والله ما دينا نعيش في هذه البلاد المهم الله يجي بالخيل إن شاء الله وتحية لكم والسلام عليكم شكرا لك سي محمد شكرا لك نعم بين عودة غلاء الأسعار وبين يعني قيمة الدينار اللي طاحت سيفريك سي ديفيسيل تخمم فيه مستقبل إن شاء الله عبد ماجي تبوني وفي وعوده وقالكم نطلع الدينار ونرجع القدرة الشرائية ونخلق مناصب شغل نحن ننتظر ويا خاتي إن شاء الله نيامة هذه إن شاء الله كيف يقول ما نولاك زيد أخوي المخرج تفضل هاو كيما قال أبو مر وضيف وطيح هاو فيت يعني كين يعني ولا محمد من ألمانيا سي محمد سلام عليكم سلام عليكم مسير في لباس لباس شاء الله تكون بخير تفضل سي محمد أسمع أخي يا لطفي أسكندر ما شير ليسي تا الأخبار رونالدو تعالأخبار رونالدو صح رونالدو ليسي ليسي يا بارك ما ندخل الشتفات المهم وشن الموضوع ليسي ما ندخل يا سي محمد عنا موضوع عنا انهيار الدينار عنا القدرة الشرائية عنا القضية تاعد الفيزا هذيك اللي دارو هسك تشوف حاجة نسيسر عنا عندك ما تحكم هذيك هذيك شوف هذيك لا خل أنا غنط بكري البابات اللي رحمو كي دار دار هذا هو مملز الروبيا كي دم نسيسر الريجيريان سفره شوية يعني نرام يقول ها اوروبية اتياوية المهمة بالصح نهار داود ديمقراطية وحورية نساو الماضي هو ان يخدمو وبنسبة الدول دول هل حق تحافظ على الحد التحام نقول كالهش هنا طالح نهار داود يكسر المشاكل الولاندي وحورية الالمان هذي تاعز بلادك ما يقري كل عدك علاقة ديبلوماسية بسح من حقك تحافظ على الام تعال البال الحمدين واشنالسيجي الاخر الوقت يا سيم محمد الوقت عليك افضل لك سلام تشكر لك وربي يصرك يا سيم محمد نعم هذا قرار سيادي خاص بالدول الجزائرية مشنا نقشو ورأي الناس باركي ما كان لبور وكان لكون قبل ما نروح واحد الفيديو باركي يعني اليوم كانت زيارة ماكرون يا خوتي الله وعلم في كندا وللبارح اليوم وللبارح واحدة منهم وشفت واحد الضاهي ركت والساعات نحب نشوف هنا باش نشوف الشعوب الاخرى كيفاه يخم والانظمة السيستام تحهم كيفاه يخم وكيف يتعامل مع شعبه اكيد هو ضيف في كندا وماشي في كندا ولكن كما عملكم في كندا يساندوا فلسطين ويديروا مسيرات يومية ماشي كما في بعض البلدان وين ممنوعة وكلش وجستمو الموقف لعديد من الناس ما يعجبهمش الحال فهو ماشي والموقع بتاعه كما الكورتاج بتاعه يعني في النصط طريق جابلوها الناس هذا متفضل خير اشتركوا في القناة اه العجيب يا خادي يعني اسمه ضيف ورئيس وكلش والناس يقابلوه ويندوا ضدوا كده بطريقة سلمية طبعا واحد ما قاعد يكسر ولا حاجة ولكن بالاصوات ولا شرطة تجي تعتقلهم يعني في كندا ما يقولوش هذا ضيف ولا ولا والو والو ماشي مقاعدين يكسروا وقاعدين يعبروا عن رأيهم ما كانش اعتقالات ما كانش تشويه صورة البلاد ولا يعني كان بلدان كي يجي ماكرون عرفنا ناس هزو تصاور برك دخلوهم الحبس ورطان كانت من الدول ولا من البلدان المستعمرة يعني من قبل يعني كان حد خلاوهم يا خادي فاتوا نورمال وعيطوا عليه وماركو بس كهو يعدي يشوف يسمع الناس مش راضيين عليه بللي كان مجموعة تعناس هادي لماج تمد صورة ملاحة للبلد هذا على أسانو ديمقراطي وإنو يحترم شعبو ومن حق شعبو يظهر واحد ما حب بسا بل أكتر من دالك يا خادي تفوت مام في النشرة تحوم وفي الأخبار تحب اللي ماكرون كي جاء مجموعة من الناس يعني الموساندين القديل فلسطينية يعني قاطعوه قالوا لشايمونيو قالوا لعيب عليك كورة كده تفوت عادي لأنها ترمز إلى الدمقراطية فديك لبلاد نشوفوا المقطع تفضل خويل وكده باللي رك إذا مش قادر تحبس الحرب فعليك أنت استقيل من تمشك تحير ولا لا نرمال تفوت فلنشرة نرمال سوف ريك سوف كل شمية كان واحد يقدر يحكي مع الناس دون أن هادي يديوها للسجن رية تعبير أي في بعض البلدان يا ولدي حتى بلا ماكرون وبلا رئيس ممنوع تدير الوقفة هادي كتا فلسطين ممنوع مجيب الرئيس ممنوع كيف هدها الدول المتقدمة تخمم خلينا نتبعوا لأن جالك أشيل كيف كان ماشي في الطريق والناس يقولون عار عليك وكيف كان تفاعل تعلم الى اخر هي طبعاً مهمني الشخص ولا طريقة التفكير والتعامل يا خاتي يعني هو كان ماشي في الطريق واسمع ناس وكان قادر مع مبالوش يلعبها كينيوري كل الاصوات المعارضة. لكن بس راح شافه الوفد كامل راح. طبعا ما كش راح تشوف ديك لابوليس اللي تجي والجدرمية والعسة وديك. لا لا لا. نورمال ما كان. نورمال. عادي جدا. ويروح يتلاقى يهضر مع الناس المعارضين ويدير واحدة المبدأ اسمه وهما عنده. ماذا يعيطوله الحوار. ما انا عافك ان سمعتوا بي. احنا محبوا يديروا الحوار. لذركة ذاك الحوار اسمعناها غ في المنصات. معاش كنت تتحاور مع مبناش. وهي حوار مع الناس اللي يتعارض فيك. سرتو في الشارع. ولي تتكلم ما هي منظمة ما هي حركة. تسمى يعني طريقة تفكير اخرى. ما هدوهاش للحبس وقالوها كيفية تتكلمي على فلسطين وكده. وقعد تقول له شاي مونيو. قعد تقول له انا. حوار مليح يعني تشوفو لي ان تكلموا حتى على المقاومة. هو يقولها عادوك حماس رمتينوريس. هو هي تقول له لا هم مقاومة. وبقوا يهضروا كده. حوار. هذا حوار. بين موالي معارض مثلا. بين المسؤول والمعارض. هل احنا ماشيين من هاد المنطق في الحوار تيعنا? ولا الحوار تيعنا مقصور غير على اللي في بعضها هم برك. هل ينزلوا للناس لي معارضتهم سياسيا ولا لا? انتو كان ربي يهديها وده ما كرون تسمى انتم خلي رايح الكندا وكده. ايه ارواح. ارواح 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 نعتلكين وين بلدان وين يعني السلطات استقبلك بالبوس والورد والزغاريت. تفضل خوي المخر. ارواح ارواح ارواح. ارواح. بصورات الش Having موقع الذين يمرون دعوح بصورتي التعاطين وم Pakواح ارواح. tanks الله. ارواح، ارواح 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 مكاننا. نحن مpiecesو محذائيening есте scissors باettu أنواح الاستجام في الحصول ك Reich. نحن ويضا مع القروف من الصحول خون من که الرجل الخاص ولكن عنا بس كافري؟ نحن وخ YESTEREMA! خی luz辛 سعداء والحر و حراث له القtake فيما يقول ان ال شخصτικون بكون printéré Итак يوم من بالوعد والمغجرية الاعتراف على المجازر على كده لكن الله غالب كانوا في نقولوها منحشموش سلطة منعت كل تظاهر ومنعت كل شيء منوع ليهز ورقة يدخل الحبس فبقاوا لي زغرتوا لي بوسوا لي الدين وبقاوا لي وسلم لي عبر يجيد وكده. اما في الدول الاخرى فمفتوح. وتعبر وتتكلم وتقول وتعارض ويجي يهدر معاك وتهدر معاك وتقول الشي مونيو عار عليك ويعدي حوار ويحترمك. ماينما للأسف. احنا كانت سلطات ديجال فلسطين لوالب ماكرون ولا بما ماكرون. فهادي شفتها فقلت للأسف الشديد يعني اخسارة ما زلنا شوية بعاد. ما زلنا بعاد مش غير من البعد الهيغرافي على كندا وانما في البعد آآ الفكري والديمقراطي. اخوية المخرج ربما كان مكالمات آآ ولا نزدنا نمر آآ الى آآ امور اخرى. لاني آآ شفت واحد الفيديو قطع لي قلبي يا خوتي شفته في الصفحة متقاعدين الجيش. ووحد المرات عندها ولدها ما فهمش اسكم من متقاعدين ولا لا من مسيلة. وبعدت رسالة آآ الى ماكرون بعد الى تبون سلطة الله. نادية السلام وعليكم. اهلا الاخ يا راحت. آآ نور الدين من الجزائر. اهلا سي نور الدين. سلام عليكم يا الاخر رطفي. عليكم السلام يا سي نور الدين. ان شاء الله تكون بخير. والله رحمد لله. ذلك تكلم مع الديمقراطية. هما الديمقراطية وعلى الشام تاحه. رهما شفة الشرعية. والرئيس رهو شرعي. وحنا هنا يصدرونا الدكتاتورية. حكم العسكر. وهو شرعية. شرعية رام جابوها منه هذا الدكتاتوري. جابوها من عنديمقراطي. وعلى ما يحاربوش هذا ماكرو هذا. وعلى ما يحاربش الحكم الدكتاتوري لكيف الجزائر. وعلى لان نوره مستنفع من الجزائر. لذلك يبغيوا الدكتاتورية تمشي في في الدول العربية وافريقية. لان ثروات الدول الافريقية ديها فرنسا والماريكان والدول الاخرى. لذلك يدارونا الدكتاتورية في افريقيا وخاصة في الجزائر. الجزائر والدول شمال افريقيا لصرقة ثروات ذلك الدول. وجعل رؤسائها الغر الشرعيين يطهدون الشعوب. لذلك الحوار الذي ينادي به تبون هو حوار شكلي ما بينهم لقسم الكعكعة التي توجد لخزينة الشعب. خزينة الدولة. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام عليكم صحة تحية على الكعكعة. عليكم السلام. ايبا وي ايبا الناس جستمو عرضوه ما كرون على جلدي وقالوا له انت زعم حوار وانت مع القضية الفلسطينية رك اكوتي. سي كريم من كندا. اهل اخويا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا اخويا كريم. صحة سي لطفي. ان شاء الله تكون بخير. تفضل. الحمد لله. الحمد لله. انا انا عندي عندي مدولة انتباه فيكم. مرحبا. اه نشوف قاوش اه الكمانتار. ستولي كومانتار لبودر 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 دي الآلجريان. انا في عمري تلاتي وستين سنا. ايبا. عندي عندي انتباه في عمري تلاتي وستين سنا في الغربة. مرحبني ايش اخير. انا شاك فوا نسمع لزالجريان يشتكو. ديما نشتكو. ديما نشتكو. ديما نشتكو. واشنو البالح. البالح سمات واحد سيد واسمو عبدالرزاق. يحسين دوني علّة ليسげ طر dificglipical. ديما انا شاكای نشتكو. ما مرحبه دوني عمري تلاتي. ما مرحبه وioی طرح دوني عمري تلاتي. واراتي حبا فا كلا جائhartام، واراتيftenا سنة زعر ويستان.Charا في حباسة عني العمري وعيش؟ وام Terence دهما نس Social. وكمسير ثم ورحبه. اما بالحباح نعم 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 تحب نعم 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 مرحبا بك. ناديا من الجزائر. اهلا ناديا مرحبا بك. عيشك مساء الخير. مساء النور شاء الله تكوني بخير تفضلي. وان شاء الله يا ربي نقدر نكمل بسك فات الوقت ودفوة اللي نعيط وتكون بالي. اه اولا حبيت نقول بركب اللي اخونا امير ما وشو غالطه اللي اهدرها وصح سيفري دفوة والله ما نقدره نحكمه يعني وكي ما قلت احنا تاني من متتبعين وننتبعوكم مندو سنين ماشي نهاروزو وصح سيفري نحبو نعيطو وما نقدروش بسك ديما ستندار ديما محكم هذه الملاحظة اللي لا يعني صح اخو يا امير عندو حق ولازم لازمو بعض انا. دوز ديما دي شوز نحب ان نقدم تاداموني المطلق مع عبلة عبلة مسكينة يعني هزوها هكا ودخلوها الحبس وهي مرأة وما عملت حد شي الا انها حبت يعني كما نقوله تقف مع الحق وتقف مع المظلومين يتو وماش مليحة رعيب وعار علينا باش مرأة تدخل الحبس على امور كما دي. مام رجالة مام رجال مش لازم يعني يدخلوا الحبس عجل رايهم. اه نحتار مو كل شي كما كنت تورين تقبيلها في ماكرون في الدول الناس كل ما باسغلي هاسي دي ما وصلتش للدرجة هذي اللي اللي وصلنا لها احنا. دي ما اقفل فمك اه مطع درج مطع رج ما بتحكيش. وعلى بلادنا هذي وحنا كل مدابينا تكون بيان وتكون على الكيف. هك تشوفوا النتيجة واشية. نتيجة واشية. شكون فرحان في الجزائر. شكون. والله بالك سافر الله يا ربي تبون بيدات وماش فرحان. بس كل الحالة راهية. لا تطاق يعني ما كان حتى مستقبل. ما كان حتى يعني كما نقوله احنا منفد. ما كانش. وناس كل حبة تهرب صدقني حتى بالعائلات. نساء اطفال رجال كبار صغار ديجان. ناس كل قاري ماشه قاري فاهم ماشه وفاهم الناس كل حبة تهرب. وعلى. على محسوب لقها خافزة في بلاده ويعربة. لا بس كل مكان ولو. ما كانش الامل. ما كانش وما كانش خلاص. حتى شي يعني هكا يشجع الانسان باش يبقى هنا يخاف على ولاده ويخاف على مستقبلهم. نش خايف على الماكلة والشراب. خايف على الحياة كما راهي. فانتني يا أخويا لطفية. على هدي لازم لازم نلقى وحل. لازم نلقى وحل. لازم نتعاون وكله نتكاتفه. ما تبقاش هدي انتعا سكت وخاف وتضرق ومع شيء. نهضروا بكلمة الحق. ونهضروا بطريقة مليحة. ونشيبوا نتائج مليحة. كيش غلو كأننا مش لازم احنا احنا عنا العرب وانفع مع احترامتي للجميع. ومشي قصديانة لاني انا اصلا منهم. كما نقوله بس حانا حابة نفهم باللي لازمنا نوصل. نوصل بلي لازمنا نوقفه. لازمنا نخلصوا من هاد الشي اللي رانا فيه. هاد الحالة هاده اللي رانا فيها. لازم تنتهي مع الناش حل تاني. بلا ما تكون فيها مشاكل. وبلا ما تكون فيها سراعات. وبلا ما تكون فيها تدمير لبلادنا. ومشي لازم الموت. الموت الموت. على هنو الموت. لا لا الحياة 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 الحياة. نعيشه ونقدمه. شوف اخويا لطفي. كون احنا غدوة نتعاو. اوكي الناس عبالك واعي متن في قضية ومشي واعي في حاجة اخرى. ما يرجع يمشي بالعاطفة. يمشي بالعاطفة. ما تمشيش بالعاطفة. امشي بالعقل. بالمنطق. بالعلم. بالفهامة. هكيك توصل للنتيجة. بس احكيت تمشي بالعاطفة واحد غالطه لانه ما عباليش انا عاجبك فاخدرته ولا عاجبك فيه في موقفه ولا عاجبك فيه لبسته. وتروح تمشي معاه وتعطيه حقه هو غالط. ومن بعد انما هارا خرج تلقى روحك دخلت فيه حيط. ما تقدرش تمشي للاخر. تخرج للبرة الامان. لانك ماشي غالط. لازم تفهمها كلاش. شوف اخويا لطفين. اعطيك مثال انا. انا نسمع في المغاربية المرة اللي فاتت. يهدر واحد ما احتراماتي ليه. يعني احترام كبير شديد. بس احنا بركبه النوعي. يقول لك وتحية ولا واشية اللي خاوتنا اصحاب العامة السوداء. اللي وانت فهمت هم شكون هم اصحاب العامة السوداء. هم على خطأ. هذا خطأ تاريخي باين. لش تقول لي خرجتي على الموضوع وليك. شكرا نادية شكرا خليتك لاني ركبيريتي المكالمات اللي ما فاتوش. شكرا لك. والتوعياء. حنواصلوا فاها. سعيد من البوليدة. عمي سعيد اهلا وسهلا. اه. سعيد طولنا عليه. طولنا سعيدة بيناك تلنا بتعاويل خير. اليوم كريم. اهلا وسهلا سي كريم. سلام لطيف. ان شاء الله تكون بخير مرحبا بك تفضل. سلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم. احبيت باقي دجا تحيال احرار. احبيت لقلق واحد حاج يا يا اخو. في الميزة كانت لقونه نوت برمهيتي نوت عبان رمضان. زيرو تيوسف. ومصطفى بن بولعيد. يشوفوا باللي دون سالة لحبس. هم يدينا جداً ينفسون هؤلاء المنس كان يجعلون انهنا انهاننا نتكارئاً انهاننا نتحدث هل تكون مضحكاً انهاننا عندما يتكارئ هلاعين حابوا ذائر نتكارئاً ترجمة نانسي قبل 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 ترجمة نانسي قبل